ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جانبا من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم حيث تناول خلالها عددا من القضايا المحلية والإقليمية وشدد جلالته خلال الجلسة على ضرورة العمل بحزم وبيد واحدة لتجاوز التحديات التي تواجه المملكة مؤكدا جلالته أن الأزمات التي تزيدنا أو لا تزيدنا إلا صلبة وعرب جلالته عن اعتزازه بمستوى التعاون بين المؤسسات مشددا على أهمية الأخذ بدروس من الأزمات لتحسين القدرة على التعامل مع التحديات مستقبلا ومشيرا إلى أنه يثق بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وأكد جلالته أن الجهود في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف متواصلة ودائمة ولا تنتهي بانتهاء اللزمات وضف جلالة الملك إلى أنه يراقب الأوضاع في القدس عن كثب مؤكدا أن التحدي سياسي وليس أمنيا فقط وبخصوص حادثة سفارة الاحتلال شدد أو جدد جلالته تأكيد على أن الأردن لن يتنازل عن حقوق أبنائه وأن إسرائيل مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة مضيفا أن تحقيق العدالة أولوية وأن الإجراءات ستتابع عن قرب وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية قال جلالته إن الوضع الاقتصادي يحتاج مدة لرؤية النتائج على الأرض مؤكدا أنه لا بد للجميع أن يعمل دون تأخير أو تلك وبشكل سريع على المسارات كافة لعكس اتجاه التراجع في المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات السابقة وفيما يتعلق بانتخابات المركزية والبلدية شدد جلالته على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية لدعم الهيئة المستقلة للانتخاب وإنجاح الانتخابات المقبلة والتي من شأنها تعزيز دور المواطن في تحديد الأولويات التنموية وفي سياق آخر وجه جلالة الملك بالتبرع بمبلغ مليون دينار لدائرة أوقاف القدس وشهون المسجد الأقصى المبارك اشتركوا في القناة